انقاد المنتخب التونسي إلى الهزيمة هذا اليوم أمام منتخب غينيا للسوائية بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل في ساحل العاج ليفقد صدارته للمجموعة ويحكم على منتخب ليبيا بتوديع المنافسة حيث كان في حاجة إلى انتصار نسور قرطاج ورافق الجدل ركلة الجزاء التي أعلن عنها الحكم لفائدة منتخب غينيا للسوائية وحسمت النتيجة النهائية لهذه المواجهة ولكن خبير التحكيم جمال الشريف أكد أن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء كان صحيحا وقال الحكم الدول السابق عن اللقطة التي أثارت جدلا كان الحكم قريبا من العملية حيث ارتكب المدافع التونسي وجد كشريدا مخالفة بمد كف يده اليسرى على وجه اللاعب المهاجم الذي استطاع أن يحول القرة عن المدافع وحاول العودة إليها ولكن المدافع حرك يده من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه وجه اللاعب مما أثر على قدرة المهاجم على العودة للسيطرة على القرى وبالتالي فإن القرار كان صحيحا وأضاف وجود الخطأ ليس بسبب قوة الدفع الذي قام به اللاعب باليد وإنما للمكان الذي استخدم فيه يد اللاعب حيث استخدم يده باتجاه اللاعب وبالتالي حرمه من الرؤية ومن اتخاذ القرار بالعودة للعب القرى والسيطرة عليها من جديد ولهذا كان القرار صحيحا وحول تنفيذ ركلة الجزاء دخل عدد كبير من اللاعبين المنطقة ورغم ذلك فإن الحكم لم يؤمر بإعادة التنفيذ وهو قرار دعمه خبير التحكيم الذي اعتبر أن الحكم محق باحتساب الهدف وقال الشريف هناك دخول واضح من قبل اللاعبين المدافعين والمهاجمين على حد سواء وفي هذه الحالة فإن القانون يفرض أن يعاد التنفيذ ولكن بما أنه في الكثير من الحالات يدخل اللاعبون فإنه من الضرور أن يكون هناك تأثير لدخول اللاعبين على اللاعب المنفذ وكذلك حارس المرمى وتابع كلامه في هذه الحالة لم يكن لللاعبين الذين دخلوا منطقة الجزاء أي تأثير على عملية التنفيذ ولا تأثير على حارس المرمى وبالتالي لا يعيد الحكام التنفيذ طالما لا يوجد تأثير واضح وبالتالي فإن الهدف صحيح